طيب أنا هبدأ كلامي لو تسمحوا لنا وحكلم عن المطش إن شاء الله اللي عندنا النهاردة أمام المقصة وحنتكلم كده شوية كلام بلغة أرقام برضو احنا قلنا احنا ما عندناش أكيد أكيد أي فرصة أو رفاهية أصلا أن احنا نهدر أي نقطة دي كده حاجة لازم كلنا نبقى عارفينها وأعتقد اللعيبة عارفينها قبلينا يعني أي لاعب دلوقتي الجهاز الفني الجهاز الإداري كل الناس دلوقتي عارفة أن ما عندناش أي فرصة لإهدار أي نقطة خلاص الموقف صعب جدا اللي احنا فيه ده لازم نبقى عارفين إن فيه طموحات وصادوا الناحية التانية فيه أمال للجماهير الناحية التانية إن احنا نستعيد مرة تانية لقب الدوري احنا بقلنا عشرين سنة وبقول لحضراتكو حاول نفس الكلام ده فيه دبانة سخيفة جدا يا جماعة على كل حال إحنا عندنا دلوقتي نقطة إن أنت بقى لك عشرين سنة مخسرتش دوري مرتين وربعات فإن شاء الله ده لا يحدث السنة دي أو هذا الموسم إن احنا ما ناخدش أو مش واخدين على كده كل الدعم بإذن الله لفريقنا كل الدعم بإذن الله الفريق الفني أو الجهاز الفني وحيكون لنا أكيد كلام كتير جدا زي ما أنا بتكلم أو قلت عن الماضي خلال الفقرة الأولى وأهم حاجة وأعتقد دلوقتي الكلام ده لازم يكون في أدهان جميع المشجعين لازم يكون فيه دعم لازم يكون فيه دعم والدعم اللي بيمنحنا الجماهير أو بيمنحه الجماهير للعبين في الملعب أعتقد مهمة جدا سواء في الملعب على فكرة أو خارج الملعب من دلوقتي حتى على السوشيال ميديا حتى في الشارع لما بنقابل ناس حتى إحنا من جوانا كده ما يبقاش عندنا روح الهزامية جماعة الكلام ده مهم جدا النهاردة مفروض أن إحنا يعني حنستعرض مع بعض موقف طبعا الفريقين في الجدول وخليني أبدأ طبعا بالأهلي زي ما احنا متعودين إحنا في المركز الثالث زي ما حضراتكم عارفين برصيد 51 نقطة من خود 24 لقاء حقق فيهم الفوص في 15 وتعادل في 6 والخسارة كانت في 3 طيب مباريات الآخر بقى على الموقف الثاني موقف المقصة هنا أعتقد أن كلنا عارفين أن موقفه صعب لأنه في المركز الأخير طبعا ده إلى حد ما حيصعب اللقاء وحد يفتكد أن ده حيبخليه لقاء سهل على الفكرة أبدا ده حيبقى لقاء سعب جدا ليه لأن ده وافع الفريق أكيد كبيرة جدا هنا فكرة الرغبة في حصد الثلاث نقاط كمان هربا من شبح الهبوط كده زي ما بيتقال هتبقى عالية جدا الفريق أكيد بيمتلك 15 نقطة من خود 26 ماتش زي ما احنا عارفين بلغة الأرقام فاز في ماتشين تعادل في 9 خسر في 15 طبعا ده نسبة أو رانكينج مش هلو قابلا كابتن تامر مصطفى عصعيد برضو الآخر اللي بيقود الفريق هو هيحاول النهاردة أن هو ينقذ المقصة من الهبوط للدرجة التانية فأكيد أكيد مش هيكون مطش سهل يا جماعة أبدا حتى تشفتك إن احنا دخلين والفوز أو كارت الفوز أو الثلاث نقاط في جبنة ما فيش الكلام ده أبدا ترجمة نانسي قنقر